أقلعت طائرة ثالثة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية صباح اليوم من مطار عدن الدولي وعلى متنها تسعة وثلاثون من المواطنين الروس والأوكرانيين وكانت طائرتان نقلتا إلى موسكو من العاصمة اليمنية صنع أمس الاثنين مائة وخمسة وسبعين من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة تم إجلاؤهم بسبب الاضطرابات التي تشهدها اليمن على متن طائرتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية وصل مائة وخمسة وسبعون شخصا بينهم تسعة وخمسون طفلا قادمين من صنعاء إلى مطار دماديدفال موسكوفي كلهم عبروا عن رغبتهم في مغادرة اليمن الذي يشهد اضطرابات وأعمال عنف مستمر الطائرة الأولى التي وصلت إلى موسكو كانت تقل مائة وثمانية واربعين شخصا منهم ستون مواطنا روسيا والتسعة وخمسون طفلا يرافقهم أطباء نفس من مركز المساعدة السريعة الروسي الرحلة كانت عبدا لوجود عدد كبير من الأطفال والردع في الطائرة غير أن الجميع أشوى الرحلة بشكل جيد يقولون إن لوعدة هناك في الأسبوع الأخير كان هادئا لكنهم يتوقعون تدهورا ويعبعون أن شكرهم لإجلائهم بعد ساعة عدة هبطت في موسكو الطائرة الثانية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع 27 شخصا عملية الإجلاء هذه برمتها نفذت بعد أن أعلنت الخارجية الروسية قرار تقليص عدد موظفي سفارتها في صنعاء والقنصرية العامة في عدن مؤكدة استعدادها لإجلاء الراغبين قالوا لنا أن نكون جاهزين لكل شيء ولذلك قلنا نستعيد وننتظر إمكانية مغادرة اليمن كانت هناك معارك ولكن ليس في جميع أحياء المدينة فضلنا العودة إلى الوطن السفارة اتصلت بنا وأعلنتنا بوصول طائرات من موسكو القنصرية الروسية في اليمن تقول إن عدد المواطنين الروس الموجودين في البلاد قبل عملية الإجلاء كان يبلغ نحو ألف شخص موظمهم قرر البقاء لكن الخارجية الروسية تؤكد أن موسكو ستبدأ عملية إجلاء واسعة في حال تصاعدت حدة التوتر في اليمن أما الآن فحرية اتخاذ قرار المغادرة من عدمه متاح لكل فرد من دون تدخل عبد الصمد القسام أولغارتكوفسكايا روسيا اليوم